فعشان كده يمكن إحنا كان هناك الحقيقة اجتماعات على مدار الأيام السابقة من بين كل اللجان سواء اللجنة الطبية المتخصصة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا حتى النهاردة في مجلس الوزراء وتناقشنا في كل الإجراءات اللي احنا شايفينها النهاردة يعني إيه اللي حنبدأ نتابعه في شهر رمضان المعظم ويمكن توفقنا على مجموعة من القرارات اللي أنا حابب أن أعلنها على حضراتكم النهاردة إن احنا بالنسبة لنا يعني حيمتد العمل بحظر التجول الجزئي بدءا من الغد بحيث أنه يبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا اليوم التالي وذلك حيبقى طبعا اعتبارا من يوم من غدا من يوم الجمعة الموافق إن شاء الله أول أيام الشهر الكريم بإذن الله النقطة الثانية ودي اللي أنا زي ما كنت بقوله حضراتكم اللي لاحظناه وعشان نتجنب فكرة التكالب على المحل التجارية والأماكن اللي بتؤدي كافة الخدمات للمواطن في شهر رمضان دايما هو كان بيروح ليها بصورة أكبر وعشان نفتح المجال لمدة زمنية أطبر وأيام أكبر علشان المواطن يقدر إن هو ياخد منها خدماته تم التوافق إن احنا حنسمح بفتح المراكز التجارية والمحل التجارية طوال أيام الإسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى الخامسة مساء اليوم ويعني ده حيبقى اعتباراً أيضاً من غد إن شاء الله إحنا حنستمر بالعمل اللي هو الخاص بتخفيض طبعاً أعداد العاملين في أجهزة الجهزة الدولة الجهزة الإدارية للدولة، الشركات قطاع العام والأعمال والكينات اللي هي تابعة للدولة بنفس المنوال لمدة أسبوعين أيضاً علشان إن إحنا الحقيقة نخفف بصورة كبيرة من الضغط على المرافق والتواجد والتزاحم اللي بيحصل في هذه الأماكن أيضاً الحقيقة وده يمكن نقطة مهمة يعني وجدناها إن لابد من عودة تقديم بعض الخدمات اللي النهاردة المواطن محتاجها بصورة كبيرة جداً ولازم إن إحنا النهاردة نعيد الحقيقة يعني فتحها بصورة جزئية وتدريجية عشان المواطن يقدر إن هو يأخذ الخدمات لإن كان هناك خدمات الحقيقة مهمة للمواطن وبحكم إن كان بيحصل عليها تزاحم إحنا يعني وجدنا إن إحنا أغلقناها في فترة السابقة ولكن عايزين نبدأ بصورة هادئة نعيد تدريجياً بعد هذه الخدمات وبالتالي يمكن بالتوافق مع معالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية تم التوافق على عدد من الخدمات اللي حنبدأ يعني تدريجياً اعتباراً من الإسبوع القادم نشغل بعد هذه الخدمات فيما يخص مثلاً الشهر العقاري حتكون هناك خدمات محددة حنبدأ تدريجياً في تقدمها اعتباراً من الإسبوع القادم يعني يمكن حنطلحها بالتفصيل في البيان الخاص بالحكومة خدمات محددة إحنا عارفين إن كان هناك أولوية ليها وفي نفس الوقت هي ما بتعملش نوع من التزاحم على مكاتب الشهر العقاري حنبدأ إن إحنا نسمح بيها في خلال بدءاً من الإسبوع القادم أيضاً فيما يخص المحاكم تم التوافق على إن يعني نبدأ بالسماح بجلسات الخاصة بإعلام الوراثة علشان طبعاً دي بتخدم يعني فئات محددة للمواطنين اللي يعني بيحبقى هناك احتياج شديد لهذه النوعية من الخدمات فدي حنبدأ بيها تدريجياً أيضاً ويمكن حنبدأ بعد كده تدريجياً نشوف إيه اللي ممكن الخدمات الأخرى اللي نبدأ يعني نفتحها للمواطنين فيما يخص خدمات المرور تم التوافق على إن إحنا نبدأ اعتباراً من الإسبوع القادم في السماح بترخيص المركبات الجديدة ودي نقطة مهمة عشان تخدم قطاع صناعة السيارات في مصر لإن النهاردة كان هناك يعني مشكلة في إن هناك يعني خطوط الإنتاج اللي بتنتج العربات الجديدة وكان المفروض المواطنين اللي كانوا حاجزين هذه السيارات أو المركبات يستلموها لكن بسبب طبعاً إن وقفنا هذه الخدمات بقى إن هناك الحقيقة مشكلة كبيرة فإحنا وجدنا إن إحنا نبدأ تدريجياً في إعادة خدمات المرور بإن إحنا نسمح بإعتباراً من الإسبوع القادم إن شاء الله بترخيص المركبات الجديدة فقط وحنشوف بعد كده اعتباراً من الإسبوع اللي يليه الخدمات المختلفة الأخرى اللي ممكن تدريجياً إن إحنا نرجحها فيما يخص يمكن محلات الطعام إحنا يمكن اللي هي المطاعم تم التوافق على إنها تقدم ما نطلق عليه خدمة التوصيل للمنازل أو خدمة اللي إحنا نروح كم مواطن أدخل جوه المحل أطلب الأكل بتاعي واخرق ودي كبداية إن إحنا النهاردة برضو عشان نتيجة لظروف شهر رمضان إن إحنا نسمح للمطاعم بهذه الخدمات كلها إنها تقدمها على مدار الإسبوع بالكامل وإن إحنا نقيم تدريجياً أيضاً إيه هي الإجراءات الأخرى اللي ممكن ناخدها بعد كده تدريجياً في خلال هذا الشهر